بالمناسبة زي ما دايما بقول أنا زي ما الكاوي زي ما الكاوي قح يعني حلو لكن أنا من الناس اللي دايما تشوف الرياضة هي الرياضة لما شوف الأهلي بيلعب قدام نادي تاني ما هواش نادي مصري أنا أشجع الأهلي بقلبي فخليني أبقى واحد زي ما أنا بشكر الأهلي على أداؤه وزي ما بتمناله بإذن الله سبحانه وتعالى إنه في نص النهائي أيضا يفوز ويصل إلى نهائي بطولة الأندية على مستوى العالم يا رب بإذن الله هو كمان الأهلي يخدها ويبقى يعني جوهرة جديدة تضاف إلى عقد أو عقد أو جوهرة من جواهر تاج النادي الأهلي اللي دايما الحقيقة بيشرفنا فيه البطولات الدولية محدش يقدر ينكر هنا بقى أنا بتمنى للزمالك إنه هو كمان يحقق هذا الكم من البطولات وأظنه هيحصل لأن أنا من الناس اللي بتشوف الزمالك لعيبة لعيبة بس أداء الأهلي عاجدني قوي المرة دي ليه أقولك لأنه كتير جدا من فرقة الأهلي موجودة في المنتخب بتلعب هناك في الكاميرا وبالتالي لما أنا شوف الأداء بهذه أو بهذه الجودة لا جودة ده بهذا التفوق وشوف الهدف بتاع محمد هاني جاي بالطريقة دي وشوف اللعيبة بلعبه مع بعض إزاي فأنا هنا أهني مؤسسة أهني نادي أهني الكرة المصرية هذه الروح الموجودة سواء إذا كان في المنتخب المصري أو اللي موجودة عند فرقة الأهلي اللي كانت بتلعب النهاردة مع النادي المكسيكي بتخلينا أقولك هو ده شيء طبيعي عند المصريين مصر في النهاية بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أولا ما فيش حاجة هتقدر توقفها ما فيش حد هيعرف يوقف مصر عن حاجة مصر طول الوقت بتتقدم وطول الوقت بتتحرك وطول الوقت بإذن ربنا سبحانه وتعالى وفضله صاعدة على كل المستويات أحيانا بيبقى على مستوى مثلا معركة عسكرية أحيانا بيبقى على مستوى معركة اقتصادية أحيانا يبقى على مستوى معركة سياسية وخبالك طيب هل توقفت المعارك أبدا في تاريخنا ما توقفتش وما فيش مرة اتهزمنا في حرب يعني لما يبقى فيه معركة وتجلي مننا بنكمل ونكسب بص كده على المثل بتاع 67-73 صحيح اتهزمنا في 67 إلا حصل بقى فيه حرب الاستنزاف بعدها تقريبا بحوالي شهر ونص ومعارك صغيرة كثيرة الحمد لله سبحانه وتعالى انتصرنا فيها وصولا إلى التتويج في 73 ده على سبيل المثال نلحظ تشوف معاركنا الاقتصادية فضلت مستمرنا عامل ازاي لحد ما نلاقي نفسنا وقفين على رجلينا قدام العالم بتجربة نتباهى بيها وننقلها لناس من أصدقائنا في أمريكا اللاتينية ناس من أصدقائنا في إفريقيا وقريبا هتلاقينا بننقلها لأصدقائنا في بعض من دول أسيا مين عارف يمكن يجي يوم ونلاقي العالم الذي يصف نفسه هو بالعالم المتحضر العالم الحر هو كمان بيقالة التجربة المصرية أو على الأقل ياخد منها جوانب هتحصل هتحصل ترجمة نانسي قنقر